اهلا وسهلا بكم متابعين الاعزاء في الموجز الاول من فرات بوست نستعرض خلال هذه النافذة اليومية مجموعة من اهم الاخبار على المستوى المحلي والدولي وفي موجزنا اليوم حاول عدد من عناصر تنظيم الدولة المحتجزين في سجن الصناعة في مدينة الحسكة حاولوا تأمين هروب عدد من قادة التنظيم وافراده المحتجزين لدى قسد وذلك عن طريق افتعال اعمال شغب داخل الساحة الرئيسية للسجن قبل ان يستعيد حراس السجن السيطرة لتفشل هذه المحاولة التي تكررت سابقا في سجن غويران في ذات المدينة قتل عدد من عناصر اللواء 122 التابع للنظام الاسد واصيب اخرون خلال محاولة اعتداء على مدنيين في بلدة المعلقة في ريف القنيطرة وقد اقتحم العناصر منزلا لمدنيين وحاولوا الاعتداء على عائلته ما دفعه لفتح النار على العناصر من بندقية خاصة ليقتل عنصرين اثنين ويجرح اخرين وفي السياق قتل العميد الركن طلال قاسم من مرتبات الفرقة الخامسة قتل برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية على طريق بصر الحرير ناحته صباح اليوم خرج اهالي بلدة الباغوز في اقصر في محافظة دير الزور الشرقي خرجوا في مظاهرة يوم امس احتجاجا على تجاوزات عناصر قسد وللمطالبة باطلاق صراح المعتقلين والمغيبين قسرا اذا واطلقت قسد اليوم صراح رئيس الديوان العام في مجلس دير الزور المدني التابع لقسد زاهر عبد الحميد الديري بعد اعتقال دام ليومين سجلت هيئة الصحة التابعة للادارة الذاتية 45 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كما سجلت تسعة حالات شفاء لتصبح حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد في مناطق نفوذ قسد 783 حالة منها 42 حالة وفاة و238 حالة شفاء كما سجلت وزارة الصحة التابعة لنظام الاسد في وقت سابق وفاة ثلاثة حالات جديدة ليرتفع عدد الوفايات في مناطق نفوذ نظام الاسد الى 143 حالة معلنة اضافة لتسجيل 62 اصابة جديدة ما يرفع عدد الاصابات المسجلة في مناطق نفوذه الى 3351 حالة وشفاء 20 حالة ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 780 كشفت مصادر محلية في محافظة السويداء عن تزايد عمليات تجنيد المرتزقة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الاسد وذلك بهدف ارسال المجندين للقتال في ليبيا مقابل رواتب شهرية هذا وقد انطلق يوم امس الاربعاء حوالي 180 شابا في 6 حافلات من محافظة السويداء الى قاعدة حميميم وذلك تمهيدا لنقلهم الى ليبيا وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لتجمع العشرات من الشبان يحملون حقائب سفر صغيرة وينتظرون الحافلة في احياء المدينة دوليا اكدت مديرة المكتب الصحفي المفاوض الرئيس الروسي لحقوق الاطفال انا كوزنيتسوبا وصول طائرة يوم امس الثلاثاء الى مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو وعلى متنها 15 طفلا روسيا تم نقلهم من مخيمي الهول وروج في محافظة الحسكة الى روسيا عربيا قال النطق باسم الدفاع المدني السوداني ان عدد الوفايات جراء الفيضانات التي اجتاحت السودان ارتفع الى 103 اشخاص اضافة لاصابة 50 اخرين واضاف ان الفيضانات تسببت بانهيار اكثر من 27 الف منزل كليا واكثر من 42 الف منزل جزئيا مشيرا الى ان مناسيب الانهار قد بدأت بالانخفاض كانت هذه اهم الاخبار لليوم للمزيد من المعلومات يمكنكم متابعة معرفات فرات بوست وزيارة الموقع الرسمي يفرتسبوست.net دمتم بخير اشتركوا في القناة 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 شكرا